هنأ رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الثامن لتوليه الحكم مؤكداً أن مصر دخلت في سباق مصري مع الزمن لإنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة البناء والخطط الاقتصادية الطموحة وتحقيق نجاحات كبرى في الحرب ضد الإرهاب حتى تطهر سيناء من الإرهابيين وأن تدخل في حزام التنمية وأن تضم إلى الأبد إلى مصر عن طريق المشروعات الاقتصادية وربطها بمصر بمحاور وطرق وكبار وأنفاق عملاقة قال رئيس المجلس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل رهاناً ناجحاً على المصريين والجيش والشرطة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة واستطاع أن يعبر بالبلاد أزمات وتحديات كان من المستحيل اجتيازها لو لا الدعم والتأييد والاستفاف الكامل للشعب المصري خلف الرئيس أضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الرئيس السيسي تصدى للمسؤولية الكبيرة لاستعادة إعزة وكرامة وكبرياء الوطن العزيز الذي أوشك أن ينهار على يد جماعة لا تعرف حجمه ولا قدره وقيمتها